افتتحت مصر وجنوب السودان مشروع انشاء بار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جونجرانج بمدينة بور بولاية جونجلي حيث أوضح وزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بدعم جهود جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة ورخاء لمواطنيها مضيفا أن محطة مياه الشرب الجوفية تحمل الخير والتنمية للمواطنين بالمنطقة وتخدم في حدود أربعة ألاف نسمة من جهته وجه بالمايدينج وزير الموارد المائية ورأي بجنوب السودان الشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام واضحا أن المشروع أسهم في حسم المشكلة التي كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توفر مياه الشرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسي اشتركوا في القناة